قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة إنه لا توجد أبعاد عسكرية لما يجري القيام به في الوقت الحالي مع قطر وأضاف العتيبة إنه قدم لوزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس تأكيدات تامة بأن خطوات قطع العلاقات مع قطر لن تؤثر بأي حال من الأحوال على قاعدة العديد أو أي عمليات تدعم القاعدة أو تتعلق بها وأشار إلى أن لا إحاب الأمور المطلوبة من قطر سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة عما قريب وأكد سفير الإمارات لدى واشنطن أن المزيد من الضغط الاقتصادي قد يفرض على قطر إذا لم يتغير موقفها أو سلوكها السياسي